أهلا بكم مشاهدين الكرام في حصة جيدة مصريح جدا موضوعنا تعنى اليوم هو ما رأي الجزائريين في ثقافة الاعتذار تابعوا معي نشوفوا هذه الإجابات واش تقول لي على الاعتذار للآخرين الاعتذار قوة للإنسان والديني أمرنا باش نعتذره لأي إنسان سواء مؤمن مسلم أو أجنابي أو يهودي ولا أي هذه غريزة عندنا في قلوبنا من طرف الدين انتعنا هذا الدين انتعنا هي أمرنا هذه يعني ما هوش ضعف لا لا ما شي ضعف ما تنسح باللي يغلط يطلب الاعتذار ما يطلبش يطلب الاعتذار ويعذر اعتذار شيئا من شيئا من الإسلام حاجة ملاحة إنسان كي يعتذر لواحد خاصة إلى غلط هو والاعتذار يعني دليل على قوة الشخصية ولا ضعف بالنسبة لي اعتذار قوة الشخصية ونتبعوا دايما المبادئة تاعدين تانو دايما نولي والدين تانو هاوش تقول لي على ثقافة الاعتذار بو السلام عليكم صحيح لكم هي ثقافة الاعتذار هي نما مو هي حاجة عظيمة والإنسان كي يكون يجي يعتذر عنده واحد ماشي ضعف ولا حاجة وماشي خوف ماشي نقص من قيمته بسيك النبي عليه الصلاة والسلام كان إنسان مسامح وكريم وكان يسمح الناس كامل والاعتذار هذا أولاك من شيء من المسلمين وحنا نحن نمو موقع الجزيريين نكونوا ديما كي ماردايا كي غلط معك واحد وإذا غلطت مع واحد واطلب اسماح ما هيش ضعف ولا حاجة كي شيء عبادة يحطوها ضعف ولا خوف ولا حاجة هو الإنسان يطلب اعتذار هو الزعيم هو الباطل هو الشخصية الكبيرة جاب لي ربي الاعتذار من شيء مت الإنسان الصالح أنا أعذب لهم لك المتانع لني في التعليم إذا غلطت مع تلميذ ولا مع طالب أنا نروح له نعتذر الاعتذار هذا هو وجب لي ربي يعني بالنسبة لك الاعتذار قوة ولا ضعف ماشي ضعف كونترير كي نعتذر الإنسان اللي غلطت معه فما تولي عندي قوة إذا غلط ونزيدا نخلي نتمادى في هذا الضعف التاعي ماشي يولي ضعفة تولي الضعف ما الضعف هذا في بارتي للإدوكاسيون هذا من كيوش يقولون من تربية على الإنسان ليعتذر همني حسن حسن تربية على الإنسان وإنه ليس فاوليس سيقونترس 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 ترجع قيمة للإنسان الاعتذار أقوة أي إنسان يطلب الاعتذار؟ نعم الأعجار، لما أدخال الرؤية السيقونة อน هؤلاء المشاورين، لأستثقون من الآخرين راقب المشاورين، لأن الأنسان، لن تنبغت تقدر معاً وليس كذلك اسمه بعض الجسرين اوه ومعغم فيه تقريبه فيها أن تكون حسنا تماماً ششكاً تفتح هذه مجنوية لأنها أكثر تتبير كما أقول الأخاف وكما أقول أنهم فيها وكما يريدين كل جدنا نحن نتخلي على شرف تاعي ونعتادر أخ بصراحة وش تقول لنا على الاعتذار للآخرين كما يقول لهم مسامحة كريمة هذا واحد تغلطي أخو غير ربي ما يغلطي لك صديبون لي كأختي كاين دوره في اللي متقدرش تسمحي فيهم كاين دوره في اللي متقدرش تسمحي فيهم بزعمة حاجة خفيفة هكذا النورمة العادية إنسان كما يقولوا الدنالك شرف تاعك متقدرش ديمان ديم نسمح وسمح مليح ما كاش حاجة مليحة كي ما سمح على ش سمح مليح مسامح كريم أختي والدنيا دي جي نهارين في الضواء ما قاعدوش فيها تسمحة أقال كده نطولو فيها ولا نعيشوا فيها حياتنا شغول نخلدو فيها أنا ضياف ومليح سمح دابغ السلام عليكم الاعتذار هو قوة بيانسور والإنسان القوي الإنساني عنده شخصية قوية هو اللي يطلب الاعتذار بمعنى الإنسان كي يطلب الاعتذار راهو شخص مليح في المجتمع أخويا قولي بصراحة وش رايك في الاعتذار يعني اعتذار شخص لشخص آخر حاجة مليحة بوانك تسمح من حقك ومعنتها تعتذر معك شو واحد ولا كش ما غلط في حقه حاجة مليحة معنتها عندك تقافة في روحك انتهاية وكلش مش كي ما تكرهه واحد ومعنتها 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 يعني الاعتذار الشخصي يعتذر من شخص تعتبر قوة أم لا قوة وشجاعة ومعنتها ومعنتها يعني ما يقللش من كرامة الإنسان نعم ما يقللش من كرامة الإنسان بالطبع يزيد يطلع من قيمة الإنسان الاعتذار هو كما قلو سيطلع ما يعتذر لأن الإنسان يغلط الإنسان كي نغلط نغلط ونعود نطلب الاعتذار حاجة روعة حاجة روعة في نظر الإنسان هذك يغلط في حقه تولي كما قلو تتكبر في عينه مشاهدين كما شفنا أنه ثقافة الاعتذار تزيد من كرامة الإنسان ما بقى لغير قلكم بقوا أوفية معايا في العدد القادم إن شاء الله